وصفتنا لليوم منقيش بعشرة دقائق بطريقة جدا سهلة وجدا لذيذة في صينية الفرن هنزل خبز التورتيلة وأدهنه باللبنة بعدها هضيف عليها رشة من الجبنة وكمان هضيف عليها رشة من الزعتر وزيت الزيتون هدخلها الفرن بس مجرد انه الخبز كده يتحمص معانا والجبنة الدوب وبعدها طلعتها وقدمتها مع كوب شاي منعنة طبعا ما أحكي لكم قد إيش لذيذة وسهلة وسريعة وبالعافية عليكم لازم تجربوها وتعتمدوها